قرار صندوق النقد الدولي يأتي في إطار سلسلة من إشادات العديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وثقتها في تحقيقه أعلى معدلات النمو رغم التحديات العالمية العديد من المؤسسات المالية أكدت أن الاقتصاد المصري هو الأنسب والقدر على تحقيق معدلات النمو في ظل الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بالعديد من دول العالم الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري شهادة تتجدد بشكل دوري فكافة المؤسسات الدولية تجد في الاقتصاد المصري هو الأنسب والقادر على تحقيق معدلات النمو في ظل الأزمة العالمية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بالعديد من دول العالم فقد نجحت الدولة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد مار قادر على تلاق الصدمات وهو الهدف الأساسي الذي تحقق من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وإطلاق العديد من الحوافز الاستثمارية ومشروعات قومية كبرى تجعل مصر واقفة على أسس صلبة تقرير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة أكد أن مصر تمكنت من التقدم في مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط فضلا عن انخفاض معدلات البطالة وتعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاقتماعي فضلا عن تحقيق الدولة نتائج جيدة في ضوء صعوبات وتحديات وذلك انطلاقا من مبدأ الحق في التنمية أما وكالة فيتش العالمية للتصنيف الاعتماني أكدت في تصريحات سابقة لها على صلابة ومتانة الاقتصاد المصري أمام الأزمات ما جعلت منه نموذجا تنمويا يحتذا به خاصة في ظل التوترات التي تشهدها بعض دول المنطقة وهروب الاستثمارات منها إلى مصر لقدرة اقتصادها على مواجهة وامتصاص الأزمات بجانب جهود الدولة على إزالة العقبات والقيود التي كانت تعركل جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتزداد توقعات المؤسسات المصرفية الدولية بتحسن الاقتصاد المصري بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات العاملين بالخارج بجانب الانتعاش النسبي في قطاع السياحة وبدء تعافيه من تدعيات وباء كورونا وتسهم إشادة كبرى المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصري في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق استثمارية عبرة للحدود وتمثل شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ما يؤكد أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح دون أدنى تشكيك اشتركوا في القناة